دارته في مصر وفازع بهدفين لصفر سجل في الشوط الثاني الأول من ضربة جزاء سجلها قائد الفريق شادي محمد في الدقيقة الخامسة والستين وقبل نهاية المباراة بعشر دقيق أمن النجم محمد بوتريكا النتيجة لفريقه بتسجيله الهدف الثاني وتأهل الهلال السوداني بمعجزة كبيرة بفوزه بضربات الترجيح ثلاثة اثنين على ناصرى والجنوب الفريقي بعدما تعادل ذهابا وإيابا بثلاثة أهداف مقابلة ثلاثة ظفر الله